الوصفة ناجحة لك تحيد حب الشباب في الوجه بسرعة و بمدة قصيرة السلام عليكم ورحمة الله بزاف ديال الناس كي يعنيهم من المشكلة ديال شباب وشباز دكور و اي ناس كلهم كي يعنيهم من هاد المشكلة هدا ويجربوا بزاف ديال المواد وبزاف ديال الكريمات ولكن لالاسف هاد المواد كاملة ممكن تتعطيش نتجة ولكن فهدا الوصفة ديال ديال المواد كنا على يقين انها ستعطيك النتائج اللي كنت كنت تتسنها فهدا الوصفة فهي من طرف الدكتور عيمة ميزاب مخصص في العشاب وفي التدويب العشاب وفي الزيوز الطبيعية وكذلك فهو صيدلي ومتخصص في هذا المجال وهدا الوصفة هدي ونصحبها بزاف ديال الناس والحمد لله جربوها والقاو نجاح عبرها شنو هاد الوصفة شنو فيها سهلة ما عديش تتقام عليك بالتسافي فيها ثلاثة ديال المكونات المكوين اللي هو ما تزدوش تاركم كتعرفو كنديرو فاتعي مرزدوش خلط فاح وزايطرة سافي تلسد المكوينة ما عديش تتقام عليك غالية إلا جينا نشوف نحسبوها ما عديش تجاوز ربعة درع إذا كيف شغلين نوجدوها في الوصفة هاد فهو قبل ما نشوفو كيف شغلين نوجدوها نشوفو بعدي المقادير ما غدي نحتاجوها شحر نحتاجو المقادير بالضبط شخصها الوصفة هدي تكون مضبوطة غدي نحتاجو فيها معلقة صغيرة مردوش معلقة صغيرة ذيها الزيطرة وهذا الكويس صغير ذيها الخلط فاح سافي هاد الشيء اللي نحتاجو ما غد نشوفو الطريقة للإستعمال شوف معي ويجيب كسرونة خديد فيها الزيطرة مرقة صغيرة ويجيب سعبر هادي مرقة صغيرة مردوش أولا أربعات دير العرشات صار وهذا الكسادة ذيها الخلط فاح صافي إلا بغيتي تقدر تحركوا واحد شوية هكا هلكا وغدرون فوق العافية حتى يطبخوا بدأ يطبخوا حتى تفعلوا من العافية دار من البعض ما خلناها تطبخات نحنا غدي نحيدها من فوق العافية كما تشوفوا معي مرحلة الأخرى هي أنا غدي نصفيه هدا الزيط هذا سوف نتعلم واحد زلافة وحالكا واحد صفية ونصفروا نصفروا تفرق واقته وتخلي واحد المده ديال 10 دقيق ثم نبعد هتغسل الوجهة ديالك صافي هاتشيليكين هديدهن به ما تقليفه من الحبوب مره واحده فالنهار مره واحده فالنهار و هتخلي مده ديال 10 دقيق وتغسل وجهك هدي الوصفه بسيطه وسهله ما عليك الا تجربه ان شاء الله و هتتلقى النتائج ديال و هتحييد حب الشباب ان شاء الله و تتخلص منه باذن الله و لكن مهم انك تدوم على هاد الوصفه هدي فمن الاصبوع الورد يطلع هات الفرق ان شاء الله كنشكرك على المتابعة اشترك في القناة اديرجيم الى عجبك هذا الفيديو و نلتقيه في فيديو جاي ان شاء الله